تصاعدت من جديد عمليات استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق والتي اتسعت خلال الأيام الأخيرة لتشمل محافظات عدة ما تسبب بإطفاء الطاقة الكهربائية في مناطق واسعة من البلاد وبعد نحو شهر من إعلان حكومة الكاظمي تكليف الجيش بمهمة حماية أبراج وخطوط نقل الكهرباء ما زلت الهجمات التي تستهدف تلك الأبراج متواصلة في محافظات ديالة وصلاح الدين والأنبار والتأميم حيث تسببت بنقص كبير في تجهيز الطاقة فيما تعرضت عدد من المناطق لانقطاع التيار بشكل كامل كما هو الحال في مناطق بأطراف بغداد واصل مخاوف من انهيار المنظومة الكهربائية مسؤولون محليون في عدد من المحافظات اتهموا القوات الأمنية بعدم توفير الحماية المطلوبة للأبراج بينما حملت كتل نيابية الحكومة مسؤولية عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية العراقية بدعم خارجي معتبرة أن استمرار هذه العمليات دون رادع حقيقي سيدخل البلاد في أزمات متجددة بدورها أكدت لجنة الطاقة البرلمانية أن الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة يحمل أبعاد سياسية مشيرة إلى أن الاستهداف يحمل رسالة قبل إجراء الانتخابات تفيد بأن الوضع غير مستقر وأن العراق الذي لا يمكن أن يوفر الحماية لشبكة الكهرباء لا يمكن أن يحمي الانتخابات وصناديق الاقتراع وزارة الكهرباء حاولت وضع الهجمات في سياق محاولات استهداف ما أسمته الانتاج المتصاعد للطاقة الكهربائية فيما يوجه خبراء أصابع الاتهام إلى رجال أعمال مسؤولين عن سيانة الأبراج ويلمحون إلى قيامهم بتنفيذ عمليات التفجير لمصالح شخصية حلقة جديدة في مسلسل الكهرباء المأساوي الذي يعيشه العراق منذ عام 2003 مسلسل يختصر مسيرة البلد طوال هذه الفترة بكل ما شهدته من فشل سياسي وفساد وتدهور على كافة الصعود ترجمة نانسي قنقر